طيب فرصة حضرتك معنا يعني على الهوى في صباح الخير يا مصر ونتكلم بقى عن المبادرات الطبية مبادرة بداية جديدة مثلا اللي بتشمل كافة وجوانب الحياة ومن ضمنها طبعا الجانب الأهم في حياة كل مواطن هو الجانب الصحي ضمان تقديم خدمة صحية لائقة بالمواطن المصري أهم الخدمات اللي بتنطلق ضمن مبادرة بداية جديدة طيب خلينا أقول حاجة بس عشان برضو يبقى واضح للاستاذ المشاهدين مبادرة بداية جديدة هي أحد محاور المشروع القومي للتنمية البشرية الذي يتبناه سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي من أجله قامت الدولة المصرية بهي الحكومة الجديدة بإنشاء أو استحداث منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية التنمية البشرية تعني أن يكون عندي مواطن متعلم جيدا بصحة جيدة عنده من المهارات والقدرات التي تمكنه من التمييز في سوق العمل نحن نحن ندور على أنه يلاقي شغل لأنه نحن نريد أن يكون متميز في سوق العمل ويعمل وفق الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا أن يمارس نشاطات من خلال الرياضة وأن يكون محتفظا بالهوية المصرية اللي بدأت تتفلت الحقيقة من خلال منظومة القيم ده بيأكد شخصية الشخصية المصرية الهوية المصرية الأصيلة اللي طول عمرنا من تمتع بيها اللي هو لك ده مصر من خلال منظومة القيم سواء بقى من خلال الأزهر ودارة الأقاف الكنيسة مع وجود ضمان من الحماية الاجتماعية من خلال اتضام الاجتماعية عشان كده عندنا أكتر من 11 أو 13 وزارة في هذه المجموعة البشرية للتنمية البشرية أحد المحاور مبادرة بداية وهي مبادرة تهدف إلى تكامل كل الخدمات التي تقدمها هذه الوزارات وأكتر فيها 29 جهة مشاركة في مبادرة بداية لتقديم خدماتها للمواطن المصري بشكل متناغم ومتناسق الصحة يعني النهاردة خليني أدي حكي مثال سريع كده عشان الناس تدرك أهمية وجود هذا التكامل وهذا التنسيق أنا النهاردة أول ما أسأل أي حد من الأولياء الأمور أو حتى المواطن العادي أقول له فكرك التعليم يتطور إزاي أول حاجة هيقول لها لازم نقلل كسفة الفصول وهي الحمد لله الدولة شغلة على كده نطور المناهج الدولة شغلة على كده ندرب البدرسين ونحسن منوضعهم والدولة شغلة على كده أنا عملت كل ده لكن الطالب اللي أنا بأعلمه عنده تقزه عنده أنيميا عنده ضعف النظر يبقى المنتج بتاعي برضه هيبقى تعليم ضعيف صحيح؟ لكن لو أنا بقى النهاردة فيه على نفس المجموعة في نفس الوقت اشتغلت التعليم بتعمل ده والصحة بتعمل ده على نفس المجموعة وهو بعد كده لما جيه لما جيه روح البيت لقى أنه الظروف والوضع الاقتصادي بتاعهم مش قادر مضطروا أن ينزل يشتغل عملت الأطفال برضه يبقى ما تعلمش تيجي وزارة التضمن الاجتماعي على نفس المجموعة ونفس الفئة توفر الحماية الاجتماعية بنفس الآليات بتتحرك كل هذه المجموعات بالإضافة للقطاع الأهلي احنا لا ننسى دور صندوق طاحية مصر والقطاع الأهلي والعمل الأهلي التنموي وأيضا القطاع الخاص بس كل ده بيدور من خلال منظومة الدولة من خلال المجموعة الوزارية نقدم خدمات لكل المواطنين الدولة بتقدم ملايين الخدمات في اليوم لكن الناس مش شايفاها ملايين لأنه كل واحد بيتحرك على المستوى أنا رح تاخد الخدمة دي في وزارة الداخلية وبعد كده خدت خدمة تانية في وزارة الصحة فبالك بقى النهاردة لو أنا رحت خدت خدماتي الصحية وأنا رايح أعمل شهادة البطاقة نازل كده من السجل المدني بعدما خلصت بطاقتي لقيت أنه حد بيكشف علي سكر وضغط خلصت لقيت أنه وزارة العدل عملا لي مكتب توثيق بيخلص لي كل ده بيتعمل بشكل متكامل ومنظم هي دي مبادرة بداية جديدة للهدف في النهاية للوصول إلى مواطن متعلم صحيح البدن مثقف متمكن وقادر على أن يتميز في سوق العمل وبنبدأ من زيره لحد ما بعد 65 سنة ببرامج ومحاور التنمية البشرية ترجمة نانسي قنقر